ننتقل الآن إلى المينيا ومراسلنا محمود جميل من قرية المعصرة إلى هناك محمود نعم محمد يعني بعد التحية أرحب بك من عروس الصعيد من محافظة المينيا تحديدا نتواجد في قرية معصرة ملوي بمركز ملوي التي حظيت بتشريف وحضور وزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وتفقد عدد كبير من المشروعات المينيا تعود مجددا لتؤكد أنها عروس الصعيد ونحن نتواجد الآن في قرية المعصرة لنرى العرس التنموي والتنمية الشاملة التي تحدث وتتم هنا في قرية معصرة ملوي قرية معصرة ملوي هي القرية النموذجية على مستوى محافظة المينيا والتي تم هي القرية الأولى في جنوب الصعيد التي يتم في الانتهاء من مشروعات حياة كريمة هذه المنطقة التي نتواجد بها تغيرت تماما منذ سنوات وحتى الآن يعني هذه المدارس التي سترونها والمباني التي سترونها موجودة في قرية المعصرة لم تكن موجودة من قبل فوجود هذه المباني وهذه المشروعات أولا غيرت من شكل القرية ثانيا يعني سهلت على المواطنين في إنجاز العديد من المشروعات والخدمات مبادرة حياة كريمة داخل محافظة ألمينيا تتم داخل خمس مراكز على مستوى المحافظة وتتم فيما يقرب من يعني 192 قرية على مستوى مركز ملوي مركز ملوي هو من أكبر المراكز الموجودة في محافظة ألمينيا وقرية المعصرة هي التي حظيت بالنصيب الأكبر من مشروعات حياة كريمة كيف غيرت مشروعات حياة كريمة لكن قبل أن يعني أتحدث عن المشروعات التي تتم دعني أنقل لك يعني صد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقرية المعصرة يعني الأهالي طبعا يعبرون عن الفرحة والسعادة بلقاء وزيارة الرئيس لهم وكما شهدتم في لقاء الرئيس بالأهالي يعني هناك حفاوة استقبال وكلمات الترحيب يعني تعجز عن الكلمات عن وصف هذا الترحيب للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ويؤكد ما قاله السيد الرئيس أنه يعني يهتم بسعيد مصر وقد تكون هي الزيارة الأولى للسيد الرئيس لمحافظة ألمينيا لكنها زيارة غنية بالمشروعات المشروعات التي تم الانتهاء منها داخل قرية معصرة ملوي نتحدث عن أكثر من 15 مشروعا داخل قرية المعصرة فقط وقرية المعصرة بها ما يقرب من 30 ألف نسمة فبالتالي المشروعات تخدم المواطنين نتحدث بداية عن المجمع الزراعي وأيضا المجمع الألبان الذي تفقده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم نظرا لأن القرية يعني 80% من أهالي القرية يعملون بالزراعة فكان هناك تلبية لمطالبهم الزراعية من خلال وجود المجمع الزراعي الذي يحتوي على وحدة بيطرية وأيضا مجمع للألبان ومكتب للإرشاد الزراعي هذا بالإضافة بالطبع إلى مشروع تبطين الترع المستمر في قرية معصرة ملوي أما إذا تحدثنا عن الجانب التعليبي هناك ثلاث مدارس تم توسعة عدد من الفصول وإضافة عدد من الفصول في هذه المدرسة وإعادة تأهيل وتطوير هذه المدارس لتسع أكبر عدد من الطلاب بدون أن يكون هناك كثافة موجودة داخل هذه المدارس بالجانب التعليبي هناك مركز الشباب يأتي ضمن 54 مركز شباب على مستوى محافظة ألمينيا سيتم تنفيذ هذه المراكز على مستوى القرى المنضمة لمبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى في محافظة ألمينيا هذا بالإضافة أيضا إلى مكتب البريد الذي تفقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مكتب البريد يعد طفرة تكنولوجية كبيرة جدا لأنها يعني تضيف الخدمات الإلكترونية والخدمات التكنولوجية لأهالي قرية المعصرة وأيضا يعني إنهاء كل المعاملات أو كل الخدمات التي تتطلب التحولات الرقبية أو الإلكترونية من خلال هذا المكتب لكن المشروع الأكبر هنا في قرية المعصرة والذي ليس فقط سيضيف لأهالي المعصرة من الخدمات ولكن أيضا سيقدم لباقي القرى المنضمة للوحدة المحلية لقرية المعصرة نتحدث على أن الوحدة المحلية لقرية المعصرة هي ضمن تسع وحدات محلية في مدينة ملوي وقرية المعصرة أو الوحدة المحلية للمعصرة تضم أربع قرى قرية جلال باشا الشرقية والريربون وقرية الشيخ حسين كل هذه القرى مجموحة يبلغ ما يقرب من ستين ألف مواطن الستين ألف مواطن هيتمتعوا بكل الخدمات التي سيقدمها المجمع الخدمات الحكومية مجمع الخدمات الحكومية به فرع للتوثيق تابع للشهر العقاري به خدمات خاصة بالتضامن الاجتماعي به خدمات خاصة باستخراج كل الأوراق أو كل المستلزمات الخاصة طبعا بوزارة الداخلية السجل المدني فيما يتعلق بكل الخدمات الرقبية يستطيع الأهالي هنا في قرية المعصرة وأيضا القرى المجاورة أن يتمتعوا بهذه الخدمات سهلت عليهم عملية الانتقال إلى المدينة سهلت عليهم أيضا تكلفة المواصلات فبالتالي كل الخدمات هنا أصبحت موجودة في قرية المعصرة الحلم الآخر الذي تحقق هنا في قرية المعصرة وكان حلم لكثير من الأهالي في مدينة ملوي لكن تحديدا قرية المعصرة مسألة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل هناك إحلال وتجديد لشبكات الصرف الصحي هناك دخول للإنترنت فائقة السرعة للمنازل هناك دخول أيضا لإحلال وتجديد أيضا شبكات الكهرباء وأيضا توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أصبح كل منزل الآن في قرية المعصرة به كل هذه الخدمات من الكهرباء من المياه الصرف الصحي أيضا من الغاز الطبيعي نتحدث أيضا عن محطة تحلية المياه أو الشرب والصرف الصحي الذي تفقدها السيد الرئيس اليوم أيضا ضمن المشروعات التي تفقدها اليوم هذه المحطة أيضا تخدم عملية تحلية المياه داخل قرية المعصرة هذا بالإضافة إلى وحدة طب الأسرة الجانب الصحي أيضا كان متواجد بقوة داخل قرية المعصرة من حيث وجود وحدة طب الأسرة وأيضا قدمت لهم الخدمات الصحية والطبية التي تسهل أيضا عملية الانتقال ودائما ما نركز على هذه النقطة أنها تسهل عليهم عملية الانتقال إلى المدينة للتمتع بهذه الخدمات قرية المعصرة الآن مما نراه من حولنا أصبحت مدينة وليست قرية بكل ما فيها من خدمات تعليمية رياضية أيضا تسقفية الثقافة موجودة هنا أيضا داخل قرية المعصرة من خلال مشروع كتابك أيضا يعني موجود داخل مركز الشباب بقرية المعصرة اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا التقى بالمتطوعين واستفاف أيضا لما يقرب من 1500 شاب وفتاة من التحالف الوطني ومن متطوع حياة كريمة في الحقيقة أيضا التحالف الوطني كان له مجهودات كبيرة داخل قرية المعصرة من خلال عدد كبير من القوافل وعدد كبير من الخدمات التي قدمها منها على سبيل المثال قافلة ستر وعافية تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقرب من المواطنين وتقديم لهم كل الخدمات هذا جزء بسيط ووصف بسيط لأصورة موجودة داخل معصرة ملاو أشكرك جزيلا شكر على هذا النقل الضقيق من قرية المعصرة في ألمانيا كنت معنا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل